أخي يوسف سوف نرى لك طريقة نظرية يا برك مدام تارك معي ونراني معك شوف فرضا انت قلت لي اني بغي نقسم بطريقة سهلة بدون منصب الملكة التاعي عادي عادي بكل سهولة شوف فرضا انه هذه الخالية تاك اسمح لي هاي وه هذه الخالية تاك الأم فيها عشر إطارات واحد ثنين ثلاثة ربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة انتها وش الدين تقوم بإحضار صندوقين فارغين صندوقين فارغين سواته خمس إطارات سواته سبع إطارات سواته عشر إطارات هي من الأحسن يكونوا عشرة لان انا وش لاحظت؟ لاحظت باللي التقسيم في السنادق الكبار ينجح أحسن من السنادق الصغار تقوم بإحضار صندوق الأم تقوم بإحضار صندوق الأم المسافة بينهم هنا تكون قصيرة جدا سنتيمترات بركة خمسة سنتيم أو أقل بين الصندوقين طبعا هذا الصندوق فارغ وهذا فارغ فارغ ماذا تقوم بإحضار صندوق الأم 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 لأن الطريقة هذه بدون مالكة يعني القسمة بدون العثور على المالكة بعد تكمل التقسيم ما تقوم بإحضار صندوق الأم تضيف إطار فارغ هنا أو إطارين كما تحب إما واحد أو اثنين نفس الشيء هنا تضيف إطار واحد أو اثنين لاحقا تعرف لماذا أن نضيف الإطارات تغلق الصندوق هذا تقوم بغلقه وتقوم بغلق هذا الصندوق الثاني ونحذف هذا الصندوق الأم من مكانه هذا خلاص لم يعد لديه أي دور أو أي فائدة هذا الصندوق الأم لأنه فارغ هكذا ما يصبح عندنا؟ هكذا يصبح عندنا زوج طرود اللي قسمناهم آمينة هكذا هذا المكان السابق تاع الصندوق الأم الآن يبدأ النحل يرجع من المرأة يرجع إلى هذه النقطة إلى فتحة الصروح تاع الصندوق الأم اللي قمنا بحثهم منذ قليل فلا يجد الصندوق الأم لا يجده أمامه يبدأ النحل يطير هنا في هذا المجال يكون مشتت يكون مقلق يكون محير يعني الأمور أشكلت عليه منذ قليل كان هنا صندوق الآن لا يوجد هذا الصندوق أين ذهب؟ يبدأ يتساءل في مقابل ذلك يجد أمامه هذا الصندوق وهذا الصندوق هذا الطردين هذا الزوج يبدأ النحل يبدأ يتوزع على الصندوق هكذا يبدأ شوية نحل تدخل إلى هذا الصندوق وشوية الأخرى تدخل إلى هذا الصندوق هذه أول خطوة في نجاح عملية تقسيم تاعك يعني أنت بمجرد ما تشوف أن نحلك بدأ يدخل هنا أو هنا فالعملية الدجارة هي في الاتجاه الصحيح واضح واضح العملية هذه النحل يبقى في ذلك الفترة يبقى شوية مقلق ويبقى شوية مشتت نوعا ما حتى تستمر في بعض الأحاين حتى ثلاث أيام ثلاث أيام والنحل تشعر أنه ليس مستقر ولكن ماكسيموم يعني كحد أقصى ثلاث أيام كل نحلة تبدأ عارف صندوقها الجديد يعني عملية التقسيم تنتهي خلاص صح أنت في اليوم الثالث أو اليوم الرابع بعد عملية التقسيم تأتي إلى الصندوقين هذا الزوج أو التقسيمين قبل ذلك قبل ذلك في ذلك الثلاث أيام تعد تقسيم لما النحل يكون مضطار بنوعا ما راح تلاحظ أنه فيه بعض يعني الصندوق يدخل إليه النحل أكثر من الصندوق الآخر فأنت واش تدير تلعب على تغيير وضعية هذين الصندوقين بالنسبة للمكان القديم تأتي الصندوق الأم إما تقرب هذا قليلا ترجح هذا للوارع تقرب بعضهم والبعض المهم تلعب في التموضع تأتي الصندوقين بحيث يصبح دخول النحل إليهما متساوي كما تقرب هكذا ومساة لكي تجعلها مبينة صندوق هذا هذا وصندوق هذا هذا لا يهم ترى عندما تقسم إذا اقتضى الأمر أن الصندوقين يكونوا متلاسقين فعادي يعني لو اضطر الأمر أن تلسقهم في مبيناتهم لكي تضمن دخول النحل إليهما بالتساوي فلسقهم عادي لو اضطر الأمر أنك تبعدهم نصف متر عن بعضهم البعض فبعدهم المهم أن النحل يدخل بسلاسة وبتساوي إلى الصندوقين لأن الوضع الخلايا ليس سيبقى هكذا خلال الأيام القادمة ستبعد بين الصندوقين حتى تصبح بيناتهم مسافة معقولة لكي تستطيع أن تمشي بين الصناديق بأرياحية تستطيع أن تراقب الخلايا بأرياحية واضح صح صح الآن بعد ثلاث أيام أو أربع أيام أو خمس أيام من التقسيم تأتي إلى الطرد تاك إلى هذين الطردين الذين قمت بتقسيمهما وتقوم بمراقبتهما يعني تبحث هما الفحص الأولي تأتي إلى فحص الطردين هذو ها من الطردين الجديدين لما تفتح الخلايا تاك أو الطردين هذو ما سوف تلقى؟ سوف تلقى واحد فيه البيوت الملكية يعني لما ترفع إطارات الحظنة أو إطار واحد هنا من الوسط سوف تسيبوا ديجاء يخدم البيوت الملكية لماذا؟ لأنه يتيم بطبيعة الحال الملكة ليست في هذا الصندوق منطقيا راهي في هذا الصندوق هذا الصندوق أنت لما تفتحه هذا الثاني ستجد فيه البيض البيض ممكن تعد ذاك اليوم وسوف تسيبوا ربما الإطارين الذين أضفتهما ليزلناهم زيادة على الخمسة يعني الإطار السادس والسابع ممكن إما الملكة تكون ولدت فيهم البيض ممكن أن النحل بدأ يقوم في عملية البناء لذلك أنا قلت لك في هذه الطريقة نقوم بإضافة إطارين هنا وهنا بحيث لو احتاج الطرد الذي فيه الملكة احتاج إلى التوسعة سيجد الإطارين أمامه يقوم بالتوسع فيهما خلاص هنا يا هذا لما تعرف أنه فيه الملكة راح تضيف له إطارين أو ثلاثة يعني هتكملوا العدة تاو تقوم بتغذيته بش يمتص صدمة التقسيم ويواصل التطور بسرعة تغلق عليه وتضع فوقه حجرة أو أي حاجة لكي تعرف أن هذا الطرد هو الذي فيه الملكة لأنه لديه معاملة خاصة أو عناية خاصة هذا الطرد هذا اليتيم أنت هنا مخير بين عديد الأمور إما تتركه يربي هذه الملكات لنفسه حتى تفقس هذه الملكات ثم تتلقح وتصبح عنده ملكة ملقحة إما تقضيله على البيوت الملكية نهائيا هي من الأحسن في اليوم السابع يعني اليوم السابع بدأ عملية تقسيم تأتي إلى هذه البيوت الملكية وتخربها نهائيا وتدخل عليه ملكة ملقحة من الأحسن لو كانت عندك قلت لك تستطيع أن تترك هذا الصندوق يربي الملكة لنفسه وتتلقح وتصبح تليد بصفتك مبتدئ أو ما عندك مالكات أو ما عندك حلول لكن لو كنت أكثر احتراف فعندك حلول كثيرة هكذا بعد شهر تقريبا بالكثير شهر بعد عملية تقسيم سوف تجد البيض هنا في هذا الصندوق سوف يسمح عندك زوج خلايا جدد بعملية سهلة جدا وسالسة ومريحة لا يوجد حتى مشاكل حتى أتعاب طبعا في الوقت لهذه الخلية رأيت ربي في الملكة والملكة هذه تفقس وتخرج تتلقح وتبدأ تولد البيض هذه الخلية ليست ستبني الشمع ستطورها ستكون مكبوح عكس هذه الخلية التي فيها الملكة ليس ستتوقف أبدا عن التطور يعني خلال هذه الفترة تستطيع أن ترفع إطارات حضانة وإطارات عسل من هذه التي فيها الملكة وتدعم بها هذا الطرد التاعك حتى تصبح عندك زوج خلايا بنفس القوة وبنفس الزخم والوتيرة العمل لو كان هذا التقسيم في بداية الموسم وإنجح لك يعني عشرة على عشرة فالخليتين في زوج رايحين يعطوك نتيجة مبهرة في نهاية الموسم إن شاء الله هذه الطريقة الأولى التقسيم بدون العثور على الملكة فقط للإشارة كما استطعت أن تقسم على طردين تستطيع أن تقسم على ثلاث خلايا أو حتى على أربع خلايا على حسب قوة الصندوق الأم الذي كان عندنا هنا هذا يجعل الإجتهادك أنت بنفس الطريقة بنفس الطريقة ونفس المبدأ المهم الأخ يوسف أنا ما نطول شالك إن شاء الله تكون الصورة واضحة مفهومة مفهومة شهر ونص حكذا بالكثير وإن شاء الله سوف ننطلق في حملة شارسة ومسعورة ومجنونة من الدروس التطبيقية إن شاء الله بارك الله شكرا جزيلا السلام عليكم